لا يوجد تأثير ولكن أنا أنظر للتأثير من ناحية واحدة وهو عدم الاستفادة من الدرس بتاع محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللي هو محمد إبراهيم لأن كان الإرهابيين عارفين عنوانه رقم الشارع رقم البيت وفجروا العربية وربنا أنقذوا هتكرر النهاردة فكان لابد أن الرجال أو الشخصيات المهمة يكون لها مكان آمن يقيموا فيه غير الأماكن الشخصية وهذا التقصير وقائي وأعتقد أنه سيعالج